بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة ما بدناه الحصة الماضية واللي هي حقة الجداول السؤال اللي طرحته لماذا استعملت هذه الجداول قلنا لأظهار خواص يمكن قياسها أو حسابها ولكن يمكن استنتاجها مباشرة بما أنه جميع العلماء حسبوا هذا الأمر وتأكدوا منه أيضا نعيد أو نكمل الجداول هنا بإظهار تقريبا الصفحة الأولى من كل جدول B11, B12, B13 and B14 and نظهر فيها إيش راح تحسب لي إن شاء الله فهنا كزي ما قلنا بالنسبة للتابل B11 أول شيء إيش راح يظهر لي Saturated Water قلنا بما أن B11 راح يظهر لي الخواص بالنسبة لل Saturated Water لكن يكون المدخل حقيقي إيش هو درست الحرارة فمثلا لو أعطيت هنا درست الحرارة تساوي 30 درجة وطلبت منك Specific Volume of Saturated Liquid فإيش راح تسوي راح تروح هنا مباشرة تاخذ هذه الخاصية فتصبح Specific Volume of Saturated Liquid تساوي هذه النتيجة 0.01004 إيش الوحدة متر مكعب لكل كيلوغرام لو طلبت أيضا لـ 40 درجة مئوية وطلبت Internal Energy أو Specific Internal Energy هنا نأكد على كلمة Specific Internal Energy بالنسبة لل Saturated Vapor لهذه الدرجة الحرارة فرح أنه نروح هنا إلى 40 درجة إلى هذه النقطة فتصبح Specific Internal Energy بالنسبة للVapor تساوي 2430.11 كيلو جول بر كيلوغرام هنا فقط للإشارة قلنا أنه F هنا تمثلي إيش؟ الـ F تمثلي زي ما قلنا Saturated Liquid الـ G إيش تمثلي؟ تمثلي Saturated Vapor النقطة FG فلو نلاحظ هنا VFG لو طرحنا هذا من هذا راح نحصل إيش؟ نحصل VFG فنعيد المعادلة VFG تساوي VG ناقص VF إن شاء الله راح نستعمل VFG لكن VFG يمكن تذكر ولو قليل التيبل الثاني اللي هو B12 قلنا هو نفس التيبل يمثل إيش Saturated Water لكن هنا كان نلاحظه أضفنا Pressure Entry يعني الدخول أو المدخل هو الضغط فهنا راح نلاحظ أنه العمود الأول هو إيش؟ الضغط هنا للإشارة بما أنه الضغط معطى هنا مثلا 7.5 إيش الوحدة كيلو باسكل ننتبه هنا للوحدات شباب ننتبه كثير للوحدات يعني في المسائل تعطى وحدات أخرى ولكن في بعض الطلبة يخطو في هذا العمل فننتبه للوحدات هنا 7.5 كيلو باسكل راح نلاقي هنا درس حرارة بجنبها درس الحرارة هذي إيش؟ مثل لي مثل لي إيش؟ مثل لي طبيعي جدا مثل لي Saturation Temperature يعني عند 7.5 كيلو باسكل يبدأ الماء بالغنيان عند 40.29 درجة مئوية نفس الشي هنا لو طلبت منك Specific Volume في هذا الضغط Specific Volume حق Saturated Vapor فمباشرة راح تروح هنا لهذه النقطة؟ لا ما لهذه النقطة طبيعي جدا ننتبه هنا هنا Saturated Vapor ننزل هنا فننتبهه Saturated Vapor Specific Volume لهذا الضغط طبيعي جدا راح يكون هذه النقطة فتكون النتيجة 19.2375 الوحدة ما ننساها هي متر مكعب بكل كيلو جرام أيضا لو طرح السؤال آخر 20 كيلو باسكل وطلبتك في Saturation Temperature لهذا الضغط الإجابة راح تكون A60.06 الوحدة درجة مئوية أيضا نطلبك مثلا في Internal Energy أو ننسا هنا Specific Internal Energy لA is لل Saturated Liquid فرح تروح بدرسة الحرارة هذي على نفس الخط وهنا هذي ليش؟ لأنه هنا Saturated Liquid وهنا Internal Energy ننزل مباشرة إلى هذه النقطة نحصل هذه النتيجة بالنسبة لل B13 B13 هنا قلنا أنه هنا يتكون من مجموعة جداول يمثل لي كل شيء ضغط معين فمثلا هنا نطرح السؤال استخرج لي Specific Internal Energy عند إيش؟ عند ضغط يساوي 10 كيلو باسكل ودرجة حرارة تساوي 700 درجة مئوية فهنا إيش رح نسوي؟ أول شيء هل نقدر روح للجدول الصغير هذا؟ يعني الجدول الصغير هذا أو هذا الجدول؟ هنا طبيعي جدا بما أنه رح نستغله في 10 كيلو باسكل فرح نستغل فقط هنا إيش؟ وين شباب؟ تحديدا وين رح نستغل؟ يمين أو يسار؟ بالطبع هنا رح نستغل في هذا الجدول تحديدا في هذا الجدول المطلوب هنا Internal Energy عند درس حرارة كم قلنا؟ 700 درجة مئوية ناخذ 700 درجة مئوية هنا وقلنا Internal Energy هايش؟ هذه Internal Energy أو ما ننسى أيضا Specific Internal Energy ننزل طوالي إلى هذه درجة الحرارة نحصل هذه النتيجة هنا بالنسبة Specific Internal Energy للضغط 10 بكيلو باسكل و700 درجة مئوية تباعا هذا الأمر أو الصفحات اللي بعد تقريبا نفس الفكرة دائما لو مريت لآخر شيء في هذه المحاضرة Table B14 هذا الجدول B14 يمثل لي H Compressed Liquid Water أيضا هذا الجدول يقسم إلى جسعين وراح نستخلص النتيجة بنفس الطريقة اللي استعملناه بالنسبة لل Superheated Vapor أو B13 هنا نكون خلصت المحاضرة إن شاء الله تكون واضحة بالطبع يلزمك ترزع للمحاضرة اللي قبل عشان تفهم الجداول باستعمال هذين المحاضرتين فقط أود أشير إلى الانتباه إلى الجداول وكيفية استعمالها لو تسمحوا أود أشير إلى هذه النقطة تحديدا فقط هنا أود طرح سؤال أود طرح سؤال B13 هذا الجدول خاص بستيريتد Liquid Water Liquid Vapor Mixture أو Superheated Vapor أو Compressed Liquid